مرحبا كيفكم؟ هذا الفيديو كتير طلاب عم بستنوية اللي هي خطة ختم مادة الانجليز للفصل الاول خلال ثلاث شهور ما بفرق متى تبلش بلشت اليوم بلشت بكرة بلشت كمان اسبوع ثلاثة شهور كتير مناسبين لطالب لسه معه وقت كتير كبير تمام مادة الفصل الاول كيف تختمها بثلاث شهور وفعليا انت قادر شوي ممكن تلاقي الجدول مضغوط شوي بس مضغوط مشان انت تلحق يعني ممكن تبلش بشهر تمانية تمانية تسعة بعشرة بتكون خلصت المادة فعليا المادة جدا سهلة وجدا بسيطة ومو مستهلة اي تعقيد موجود عند اي طالب فيلا نبلش بخطة ختم مادة الانجليز للفصل الاول لطلاب توجيهي بثلاث شهور لك زمعين مادتكم الفصل الاول مكونة من اربع وحد تمام اربع وحد الوحدة الاولى هي اطول وحدة يعني هي تقريبا الوحدة الاولى بنفس الوحدة التانية والتالتة مع بعض اوكي فانا هلأ الجدول هادا عاملة يعني كأنه معك شوفوا كيفي تقسيمة اوكي هلأ احنا معنا خلينا نقول وين اكتب اوكي تحت شوفوا معانا احنا ثلاثة شهور صح؟ ثلاثة شهور يعني كأنك بتحكي عن كم اسبوع بكل شهر معك اربع اسبوع فانت بتحكي عن 12 اسبوع اوكي 12 اسبوع فانحنا هلأ رح تكون ع اساس الاسبوع فالوحدة الاولى الوحدة الاولى رح تاخد معك قديش؟ خمس اسبوع الوحدة التانية رح تاخد معك اعتقد اعتقد تلاتة صح؟ هنا تنين تنين تلاتة او الوحدة التانية رح تاخد تنين ويكس شري مش تنين تلاتة تلات اسبوع هاي الوحدة الثانية الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة كل واحدة منهم رح تاخد 2 ويكس اوكي اسبوعا فالمجموع بصير يلي هو 12 اسبوع بثلاثة شهور تمام تمام في الله خلينا نبلش رح تكون مثل ما حكيت لكم ع اساس الاسابيع فهلا منبلش عنا الوحدة الاولى الوحدة الاولى هو الجدول المقسم على اساس الاسبوع الاول first week يعني اسبوع الاول second week third fourth fifth الاول الثاني الثالث الرابع الخامس خمس اسابيع للوحدة الاولى الوحدة الاولى الاسبوع الاول طبعا انا ما بحكي بكل يوم ايش بدك تدرس انا بعطيك خلال هذا الاسبوع شو لازم تكون منجز وانت ممكن تدرس كل يوم ممكن تدرس يوم بعد يوم ع حسب قدرتك قدية ممكن تخلص خلال اسبوع بالاسبوع الاول لازم تكون مخلص فيديوهات الderivations الثلاثة حصص الderivations الثلاثة موجودة على اليوتيوب بافترض كتير طلاب حضروهم وكتير طلاب صارت لعبتهم الderivations اشتقاقات صح؟ براو حلو كتير هيك بالنسبة للاسبوع الاول نيجي هلا على الاسبوع الثاني الاسبوع الثاني انا طبعا بلش التنزيل على البطاقة وموجود الحصص على البطاقة ان شاء الله الاسبوع الثاني بعد ما خلصنا الاشتقاق لازم تكون منجز منه The history of computers هذا النص الاول بالمادة ليه لانه مادة الوحدة الاولى فيها ثلاث نصوص هاي النصوص نص الاول Using technology in class هذا النص التاني The internet of things النص التالت في الاسبوع الثاني لازم تخلص فيه النصوص التلاتة النصوص التلاتة مع انا هون رحت لقيني كاتباتك Activity book questions اللي هي اسئلة الاكتيفتي بوك اللي هو الاكتاب المش ملون منيحكي لكم عنه انا بالنسبة لي كل اسئلته حطيتها في بداية الدوسية اللي مع الدوسية وبيفتحها بالبداية حيلاقي كلها تمارين هاي التمارين هي تمارين الوحدة الاولى فانت بعد الاسبوع الاول خلص الاشتقاق الاسبوع الثاني بتخلص النصوص ومادة الحفظ تمام اسئلة الحفظ فانت بتكون انجزت اشي كثير مني مع فكرة يعني تاريخ الحفظة بتخلصها بساعة ونص تقريبا مع يعني تحضر حصة وتحفظ الكلمات وتحل اسئلة كل واحدة منهم يعني ما رح ياخد منك كتير وقت نيجي هلا على الاسبوع الثالث هون منبلش بالقواعد اول قاعدة موجودة اللي هي تنسس تنسس يعني الازمنة بهاي الازمنة انا بالنسبة لالي انا المسراف انا ما الي علاقة باي حدا تاني بالنسبة لالي انا الازمنة بشرح هلا الازمنة مقسمة عالوحدة الاولى والوحدة التانية فيها ازمنة والوحدة التالتة فيها ازمنة انا شو بعمل لطلابي مشان لا يتخربطوا بعطيهم الازمنة كاملة هم 12 زمن بشرح الوحدة الاولى ما انا هيك هيك شرح ازمنة وعم بعطيك امثلة وعم بقرب لك与هم ووضح لك الفرق بينهم ما رح اعجل لانو الكتاب مقسم شي للوحدة التانية شي على finishing أنا بنسبة إليك كلهم بأعطيك ياهم هلأ فالتنسز راح تخلصهم أنت بالأسبوع الثالث هنا يعني كم معك ثلاثة أربعة خمسة ست أيام معك تمام؟ اليوم الأول تدرس فيه present simple والpast simple المضارع البسيط والماضي البسيط هذا الأسبوع الثالث تمام؟ هنا first week الأسبوع الأول هنا second week الأسبوع الثاني هنا third week الأسبوع الثالث الثالث تخلص فيه مثلا يوم مضارع والماضي البسيط بعدين المضارع والماضي المستمر بعدين اليوم الثالث المضارع والماضي التام هذا الصراحة أزخام أسبوع يكون بس الأسبوع الرابع سيكون المضارع التامهakesم calf والماضي التامه grupos قد أجلبatoamat الماضي التامهgio لأنه لا يأخذُ المضارع الثاني مستمر فالماضي التالي مستمر بالعكس هيك حيقوي يعني تثبيتك وتدريسك إلهم مع بعض اليوم الخامس بتدرس simple future اللي هي مستقبل البسيط الول والgoing to واليوم السادس بتدرس future perfect وال future continuous شايفين هدول الزمنين هدول موجودين بالوحدة الثالثة بس أنا بعطيهم لطلابي بالوحدة الأولى لأنه already أنا معطيتك المستقبل وأنا أصلا معطيتك perfect ومعطيتك ال continuous فلين ما أعطيك ياهم كلهم مرة واحدة وعلى فكرة أنا هدول بالمكثف بشرحهم بساعة ونص وفعلي طالب تطلع فاهم منهم طب ليه يمس كل واحد منهم عطيته حصة مشان أنت لازم تفهم يعني أنا حكيت لكم من فيديو الإعلان وأنا كل ما رح أذكركم فيها في فيديو الإعلاني لما حكيت عن مادتكم قلت لكم رح تدرسكم اللغة وتجيب فيها العلامة الكاملة أنا من خلال الأزمنة هي الأزمنة أنت أصلا قاعدة بتحتاجها لحتى تحكي بالإنجلش وهلأ كل الطلاب بيخلصوا توجيهي بنجحوا عندي برجعوه بالجامعة من نسبة لنا كورسات محادثة فإنت كيف بدك تحكي إذا أنت ما بتعرف الأزمنة تحكي بالشيء لما يكون بالماضي بالمضارع بالمستقبل فأنا من ضمن الأزمنة رح أخليك تحكي هاي الجملة المعينة من خلال الزمن اللي درسنا ومنه بتثبت المعلومة منه بتستمتع منه بتحس الإنجليزي مش صعب أبدا بالنسبة لإلك فهدولة حيكونوا بالأسبوع الثالث وأنا حكيتي لكم الأسبوع الثالث هو الوحيد اللي رح يكون شوية زخم بس شرحي إن شاء الله رح يكون بسيط بالنسبة للأسبوع الرابع تمام الأسبوع الرابع رح ناخد فيه قاعدة reported speech قاعدة reported speech جدا سهلة تمام هي ممكن تاخد منه حصتين حصة شرح حصة هالأسئلة أنا بالعادة ما بأسمي الحصص وممكن حتى أعطيكم إيها مرة واحدة بس مشانها كثير شان جد سهلة passive voice اللي هو المبني المجهول المبني المجهول عكس الأزمنة causative والif closes هدولة كلهم فعليا سهلين تمام رح تدرسوهم بالأسبوع الرابع نيجي هلأ على الأسبوع الخامس fifth week الأسبوع الخامس برضه هلأ حكيتي لكم لوحدة الأولى فيها ثلاث متصوص وسبع قواعد شايفين الأزمنة هاي كلها هاي كلها أنا بعتبرها قاعدة عندكم reported speech قاعدة الثانية passive voice والكوزيتف والإف كلوزز هاي خمس قواعد القاعدة السادسة عندي الاحتمالات possibilities والverbs اللي هي الأفعال متبوع بverb انجي أو تو verb one هاي القاعدة السابعة كمان بالأسبوع الخامس رح ندرس هدول القاعدين طبعا هدول الواحدة ما بتأخذ منك عشر دقايق ولا خمس دقايق هاي مثلا رح تاخذ منك يا دوب نص ساعة هاي رح تكون ممكن تلت ساعة هي هاي ممكن تاخد وقت وهاي بس لتاخد وقت يعني توصل ساعة بس أوكي هلأ بالأسبوع الخامس فيه إشياء وفيه الحماس كتير 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 أنا أنا بتحمسل هاد الإشياء أكتر منكم الطلاب اللي ما بيجوني أكتر شي بيحكوه اللي نحنا بنخاف أكتر أكتر شي اللي هي critical thinking و free writing إنه الكتابة الحرة والتفكير الناقض لأنه إحنا ممتعودين نكتب من عنا فإنها أكتر هذا أكتر جزء بيكون متحمسة لإله أشرح وأشوف الطلاب كيف إنهم صدموا إنه مش صعب فبالأسبوع الخامس بندرس لcritical thinking تمام هيكون كل وحدة إنتوا بتعرفوا دوسيتي كيف بثلاث نصوص كل نص نهايته في أسئلة التفكير الناقض مش محلولة مش محلولة تمام فأنا بيكون في حصة بالوحدة الأولى خاصة بالتفكير الناقض تبعهم بحكي لكم كيف تكتبوهم كيف تبالش وتكتبوا أفكار من عندكم كيف الطريقة المناسبة والفري رايتينج طبعا هذا اللي رح نسفح فيه بكل المواضيع اللي بتخص التكنولوجيا بالوحدة الأولى فهيكا الوحدة الأولى أخذت مننا شهر وأسبوع تمام طبعا إن شاء الله كل أسبوع إن تتمشي عليه بتكون نازلة الحساسة تستبعتوا على البطاقة نيجى لأ على الأسبوع أو sorry بعدها اللي هي الوحدة الثانية الوحدة الثانية بتاخذ مننا ثلاث أسبوح يعني الوحدة الأولى والثانية بياخذوا مننا أدى شهرين أوكي الوحدة الثانية الأسبوع الأول خلص هلأ بيبلش الرواء أنت مجرد ما طلعت من الوحدة الأولى هتصير تعرف كيف تحل أسئلة نصوص أسئلة قواعد أسئلة اشتقاق معاني فهلأ بس بتصير تختلف عليك المعاني هي الاشي الوحيد المعاني وأفكار الدروس فعندي الوحدة الثانية فيها هي أربع نصوص رح نخلي الأسبوع الأول نصين لأنه وقتها بتكونوا أصلاً بلشتوا مدرسة وبلشت ضغط عندكم الأسبوع الأول نصين والأسبوع الثاني نصين مع activity book questions مع أسئلة الكتاب المملون اللي هي التمارين تبعته الموجودة بالدوسية برضه والأسبوع الثالث قاعدة use two الوحدة الثانية فيها بلس قاعدة وهذا تغير أنتوا أخذتوا سبع قواعد مرة واحدة بعد الوحدة الثانية قواعدة واحدة والوحدة الثالثة هلأ رح تنصدمه تمام؟ فنيجي هلأ بعدها على الأسبوع الثالث نخلص قاعدة use two بعدين نرجع نكتب critical thinking نرجع نكتب free writing عن هذول المواضيع طبعا الوحدة الثانية بتحكي عن medicine عن الطب رح نكتب free writing وcritical thinking تفكير ناقد وكتابة حرة عن المواضيع اللي بتخص الطب فهيك نحن خلصنا الوحدة الثانية نروح على الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة أسبوعين أسبوعين الأسبوع الأول ناخد فيه هي فيها برضو أربع نصوص الأسبوع الأول بتاخدوا فيه ثلاث نصوص بتدرسوهم فيه أسري مش ثلاثة النصوص هي هنا النصتين الباقيات بتاخدوا فيهم نصتين وactivity book questions وأسئلة الكتاب المملون بالأسبوع الثاني نصا والcritical thinking والfree writing برضو بنفس الأسبوع وبرضو رح يكونوا بخصوا هاي المواضيع يلي هي بتخص الأطراف الصناعية بالوحدة الثالثة بعدين بنجهل على الوحدة الرابعة والأخيرة يلي هي رح نحكي فيها برضو الوحدة الرابعة طبعا الوحدة الثالثة شوفوا ما في قاعدة ليه ما في قاعدة؟ لأن قاعدتها أخدتوها بالوحدة الأولى بنجي هلأ بالوحدة الرابعة الوحدة الرابعة فيها أربع سري فيها ثلاث نصوص وقاعدة تمام؟ هي قاعدتين بسلقاعدتين كتير شروعات فأنا بعتبرهم قاعدة واحدة فالأسبوع الأول بالوحدة الرابعة بنخلص فيه الثلاث نصوص خلص بنخلص نصوص بنختم نصوص وهو مت هيجي هاليوم؟ الأسبوع الثاني بناخد فيه أسئلة activity book بناخد فيه القاعدتين والcritical thinking والfree writing بمواضيع الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة بتحكي عن التاريخ والعمارة فنحن رح نكتب critical thinking والfree writing عنهم تخيلوا وقتها انتوا تخلصوا فصل أول يا أخي تعتبروا وقتها ختمتوا الانجلش فعليا ختمتوا الانجلش وأنا بحكي لكم الفصل الأول أصعب شوي وأدسم من الفصل الثاني فلما تطفل فصل الثاني خلاص هتكونوا مرتاحين حشان هيك موضوع منحكي ميتين والله مو صعبة والله مو صعبة أبدا بس بتكم الشرح المناسب الشرح اللي يخليكم فعلا تفهموا الشرح اللي يغضي كل المواضيع الشرح اللي يحكي لكم إيش ما إجا سؤال تكونوا جاهزين لإله تمام فبس يعني هيك بتضمنوا خصوصا critical thinking على 12 علامة critical thinking أوكي والfree writing بيكون عليه 20 علامة فلازم تكونوا جاهزين لكل هاي القصص وبعتقد هيك يعني حكيت لكم عن الخطة الخطة صارت موجودة رح أبعطها لقروبات الواتساب يلي مو موجود بقروب الواتساب يبعط للرقام اللي موجود أعتقد على الشاشة ف yes thank you for listening bye bye